اشتركوا في القناة 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 هاد اخوك؟ ابن عني بعتقد انه اتصل ليسألك وين انت سمع شو رح قلك فيك تقضي هالليلة عندي اذا ما بدك تروح على بيتك ما في داعي ما بدي ازعجك عائشة وشلون رح تزعجني يعني؟ بس خليني حذرك من البداية اختي مثلي بتحب الحكي بس انتي ما بتحكي كتير يعني لسه ما عرفتك منيح مو هيك؟ كتير منيح انه هيك وجهة نظرك تجاهي ايه ابن عمي؟ عمر وينك انت؟ لين عليك انت منيح؟ انا منيح وجهة لا تقلق رح ضل عند عائشة الليلة مين هي؟ قلتلي عائشة؟ مين هي؟ هي اللي رجعت على صفنا من جديد هي اللي ضربت بالطابع ع راسها؟ رح تبقى عندها؟ ايه رح ابقى عندها يلا ماشي رح سكر هلا باي نحن الانين ومشغول بالنا عليه وما قدرنا ننام وحضرته مبسوط ولا على باله ابدا اصلا المفروض اخد موقف منه ليش لا اتصل فيه؟ خلاص ابني اهدى ولا اتعصبه انا بعتقد بانه مل من قلة المصاري بس انا ما فهمت هو مع مين وشو قصتها البنت اهجان؟ طالبة معنا بالصف رح يبقى ببيتها كيف بصفنا انا ما بعرفها؟ اه اعسف اه القصة يا جماعة عائشة طالبة معنا بالصف بصر لها شهرين غايبة عن المدرسة وهلا هي رجعت على المدرسة لما اجت لتعيد تسجيلها لتقت بعمر بالصدفة من شان الله اتصل فيه وخليه يرجع على البيت ليش لحتى انا اتصل؟ خلاص ابني لا تتصل ما في داعي طالما هي صديقته من المدرسة ما بعتقد رح يصير شي عليه بس لسه ما بنعرف مين هالبنت وشلون ظهرت فجأة عمر صار كبير وما انه ولد صغير بيعرف وين مصلحته خليه بقى هاي الليلة عنده وبكرة انت بتحكي معه عمي تركت الشغل بالكافتيري ع اساس الروح استغفر الله طيب من لاقيه لحل خليها البنت تنام المسكيني حتنام وهي واقفة او جانس بقني ع البيت انا بلحقك بعد شوي ماشي بابا تصبحوا على خير وانت بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة